على هامش الاحتفال بعيد الشرطة وفي إطار الاهتمام بقادرون باختلاف شارقت وزارة الداخلية القادرون باختلاف الاحتفال بهذه المناسبة من خلال تنظيم زيارة لهم إلى المتحف القومي للحضارة وواد الفروسية وهو ما يؤكد حرص وزارة الداخلية على التفاعل والتواصل معهم ومشاركتهم كافة الاحتفالات استمراراً لاهتمامها الكبير بالأشخاص ذوي الهمم وتنفيذاً لاستراتيجية الدولة بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم شاركت وزارة الداخلية القادرون باختلاف الاحتفال بعيد الشرطة الثاني والسبعين حيث نظمت زيارة لهم ولذويهم إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفستاط في إطار مبادرة كلنا واحد زيارة هي الأولى للبعض منهم لكنها أدخلت البهجة في نفوسهم ليس بهذه الزيارة فقط ولكن لهذا الاهتمام بهم الذي لمسوه من الوزارة مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها رحمة أول مرة بتزول المتحف وفرحانة جدا ومبسوطة بالأجواء اللي احنا فيها دي أنا أول مرة أشوفها نظر زي دي وسيادة الزباط مهتمين بنا تمام كبير جدا لولا السيسي ولولا دعموا للولاد ده ما كناش نقدر نوصل لمكانها دي واللي هم فيه دلوقت بأكيد امام جامد بهم وبيوروهم كل بيوضوهم رحلات لأماكن عمرهم ما شفوها بيدلهم دعم نفسي وبيدلهم هدايا مبسوطة قوي ان انا كتت المتحف وصدت صحابي واشكر الزباط جدا اللي هم وروا لنا البومية والحاجات دي وانا قارتها وكان اليم كان جميل نشكر الرئيس السيسي على الاهتمام وبالأولاد ده زورهم الهمم بجد يعني هو ظهرهم ومجتمع كله بقى شيرهم احنا ببسوطة شكرين اللي هو حدثك السيطة رئيسة عبدالفتاحة السيسي ربنا خليك لينا يا رب اجمل حاجة اقولها بلد التاريخ بلد التاريخ لما بيت كلم عليها يومي وقف وينحنلها احترام بلد اللي مهما ويعنيها ومهما احكي نيب سنة صعب اوصفها بكلام تعرف القادرون باختلاف على مقتنيات المتحف التاريخية المعروضة وفقا لأحداث نظم العرض المتحفي مع مشاهدة عرض مصرحي تاريخي فليشهد الاله عرش مصدار ولم تلوث قطر الدمان ودير ذلك لكل الأجياء المحبى والسلام حرف لاتي بارتو بتبسطنا ويتكلم الناس كلها تتصور معنا وانا مبسوطة وانا في وسطيتو مبسوطة وجينا المتحف هنا انا بسط معاهم وصورنا مع الزباط احنا مبسوطين جدا بالرئيس بيقدموا له كل ولادنا وهو اللي خلى ولادنا كلهم يعني بقى ليهم مكانة في الدولة شكرا منك يا رئيس شكرا على كل حاجة اللي انت بتعملها معنا ويا طحيا مصر انتقلت وزارة الداخلية باحتفالاتها بالقادرون باختلاف إلى وادي الفروسية المطلة على بحيرة عين الحياة بالفستاط حيش استمتعوا بعروض متنوعة قدمت لهم وشاهدوا مهارات الفرسان في التقاط الأوتاد ورياضة الكلة انا موجود انا وجودي طريق للخير بكل زمان انا بطولة ومش محتاجة عليها نشان انا الاحساس انا الطيبة وصدي للحقيقة مسان انا مجد مجد بسود كده ويجعلوا وسند لمصر ويحفظوا ويحفظ بلادنا وشعبنا وجيشنا ويحفظ بلدنا اللهم امينوا رب العالمين الا وبسودة جدا جدا وشكرا على الرحلة الجميلة دي لأن فعلا انتم بتدونا طاقة ايجابية نهذا يوم كميل ويوم اجمل ومسوط جدا رئيس عبدالفتاح السيسي يعني عمل مبادرة جمدة جدا بان هو اهتم بيهم وخلى الدولة كلها تهتم بيهم وخصوصا الشرطة فانا بزيارة هنا بسودة ابي انا واصحابي برضو تحية مصر كما اتيحت لهم الفرصة لركوب الخيل والاستمتاع باجواء ترفيهية انا سعيد وفرحان وركبت حصون وبشكركم جدا جدا دحية مصر دحية مصر دحية مصر تضمنت الاحتفالية ايضا بوادي الفرسية عروضا لكلاب الامن والحراسة وامتدت الاحتفالات الى منتج عين الحياة على بحيرة عين الحياة بالفرسية التابع لوزارة الداخلية حيث نظمت لهم الوزارة احتفالية غنائية شهدت تفاعلا من القادرون باختلاف مع العروض المتنوعة المقدمة لهم حيث اسنوا على ما تقدمه وزارة الداخلية وعلى هذه الاحتفالية المتنوعة الحفلة النهاردة كانت جميلة جدا جدا ويوم ترفيه للولاد بساطنا فيه جدا اولياء الامور والاولاد الركوب الخيل والفروسية وعروض جميلة عملوهنة وحاجات جميلة جدا يوم فعلا ترفيه جميل جدا شكرا وزارة الداخلية شكرا رئيسنا الجميلة المحترم عبد الفتاح السيسي نشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بأولادنا وربنا يبارك فيه ويسدد خطاب بإذن الله شكرا لباحة حبك قوي السيسي قوي وشهدت الاحتفالية توزيع هدايا عينية على القادرون باختلاف لتؤكد احتفالات وزارة الداخلية بالقادرون باختلاف عن مدى الاهتمام الذي توليه الوزارة لهم وحجم الدعم والمساندة المستمرة لهذه الفئة على مدار العام والتي تتوافق مع توجه الدولة نحو دعمهم وتقديم الرعاية لهم